في هذا الدرس سنحدد أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة العبارة الأولى إذا كانت القوى المحصلة على جسم ما تساوي صفر فإن سرعته المتجهة لا تتغير العبارة الثانية تأثير القوى غير المتوازنة على جسم ما يكون دائماً على سرعة هذا الجسم العبارة الثالثة سبب توقف الأجسام المتحركة هو تأثرها بقوة غير متوازنة العبارة الرابعة يؤدي تأثير قوة غير متوازنة على جسم ما دائماً إلى تغيير اتجاه هذا الجسم حسناً، سننظر إلى كل عبارة على حدة إذا كانت القوى المحصلة على جسم ما تساوي صفر فإن سرعته المتجهة لا تتغير هذه العبارة صحيحة إذ أنها تعبر عن قانون نيوتن الأول بكلمات أخرى إذا كان لديكم جسم ما يتحرك في الفضاء بسرعة متجهة معينة وافترضوا أنه لا يوجد هناك أي قوة جاذبية تؤثر عليه سيستمر هذا الجسم بالتحرك إلى الأبد، ولن تتغير سرعته المتجهة ماذا عن العبارة الثانية؟ تأثير القوة غير المتوازنة على جسم ما يكون دائماً على سرعة هذا الجسم ركزوا هنا على كلمة سرعة لو كانت الكلمة هنا هي السرعة المتجهة، ستكون العبارة صحيحة لكن السرعة هي مقدار السرعة المتجهة ولا تأخذ الاتجاه في عين الاعتبار لذلك العبارة الثانية خاطئة سأوضح لكم السبب افترضوا أن هناك متزلجاً يسير في هذا الاتجاه وأمسك المتزلج بحبل مثبت في الجليد بهذا الشكل، سيتغير اتجاه المتزلج على هذا النحو وإذا استمر في إمساك الحبل، سيسير دائرياً على هذا النحو وعندما يترك الحبل، سيسير في الاتجاه الذي كان عليه عندما أفلت الحبل إذن ستكون السرعة هي نفسها تقريباً لكن الاتجاه يتغير تماماً لذلك القوة غير المتوازنة لا تؤثر ضرورة على سرعة الجسم لكن في هذه الحالة تؤثر فقط على اتجاه المتزلج أما العبارة الثالثة، سبب توقف الأجسام المتحركة هو تأثرها بقوة غير موزونة هذه العبارة صحيحة بالتأكيد مثلاً، إذا حركتم كتاباً على الطاولة فإنه في نهاية المطاف سيتوقف بسبب تأثير قوة الاحتكاك غير المتوازن عليه وإذا أردتم تحريك جسم الماء داخل الماء، فإنه سيتوقف في النهاية بسبب مقاومة الماء التي تعمل كقوة غير متوازنة في اتجاه معاكس لحركة الجسم العبارة الأخيرة، يؤدي تأثير قوة غير متوازنة على جسم الماء دائماً إلى تغيير اتجاه هذا الجسم افترضوا أن جسم الماء يتحرك بسرعة خمسة متر في الثانية في هذا الاتجاه إذا أثرتم عليه بقوة غير متوازنة في نفس الاتجاه، سيزيد تسارع الجسم في نفس الاتجاه، ولن يتغير الاتجاه بالضرورة إذن هذه العبارة غير صحيحة، إذ أن الاتجاه لن يتغير دائماً، فهو يمكن أن يتغير لكن ليس دائماً انتهى الدرس